بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن Network Architecture Types Network Router Architecture Types أنواع معمارية الشبكة الخاصة بالروترات وهي طريقة ربط الروترات مع بعضها البعض والتي سوف تؤثر على عملية توجيه البيانات وتحديد طريقة تدفق حركة البيانات ووجد دينا ثلاثة أنواع من معمارية الشبكة والتي تستخدم لربط الروترات مع بعضها البعض وهي عند النوع الأول اللي هو Point to Point وعند النوع الثاني اللي هو Broadcast وعند النوع الثالث اللي هو MPMA نبدأ مع Point to Point Network أو شبكة النقطة لنقطة وهي شبكة تربط الروترات مع بعضها البعض من خلال يعني من خلال شبكة يعني أو هي تربط روترين مش روترات روترين بشكل مباشر ويعني بحيث أنه يكون نقطة لنقطة وعادة يتم استخدام هذا النوع مع المنافذ والكيابل السيريال أو المتسلسلة لاحظوا معي عندي الروتر واحد متصل بالروتر اثنين بشكل مباشر Point to Point البوينت الأولى هو الروتر واحد والبوينت الثانية الروتر اثنين طيب السؤال لو كان عندي أكثر من روتر روتر ثلاثة روتر أربعة وأريد أن أربطهم بفكرة ال Point to Point Network إيش الفكرة عندها؟ عندها راح أربط الروتر واحد مع الروتر ثلاثة مثلا والروتر الثنين مع الروتر أربعة الروتر الثلاثة حابب يتصل بالروتر أربعة عندها راح يوجه البيانات إلى الروتر واحد ومن الروتر واحد راح يوجهها إلى الروتر الثنين والروتر الثنين راح يوجهها إلى الروتر أربعة هذه فكرة ال-point-to-point network أو عملية ربط النقطة لنقطة أيضا ممكن الراوتر يكون متصل زي ما احنا شايفين بأكثر من راوتر بس كل راوتر منهم له شبكته ويعني كل الراوترين لهم شبكة وكل الراوترين لهم عملية الربط عندي مثلا الراوتر 2 متصل مع الراوتر 1-point-to-point ومتصل مع الراوتر 4 في نفس الوقت point-to-point وكل واحد منهم رح يكون شبكة مختلفة عن الأخرى النوع الثاني اللي هو ال- broadcast network أو شبكة البث وهي شبكة تربط الراوترات مع بعضها البعض من خلال جهاز ال- switch اللي يعمل على مستوى الطبقة الثانية لاحظوا عندي هنا جهاز switch layer 2 بيربط لمجموعة من الراوترات اليوم راوتر 1 وراوتر 2 وراوتر 3 سميت بال- broadcast network لأنه لو قام راوتر بإرسال broadcast زي ما احنا شايفين هنا عندي الراوتر واحد أرسل بث فعندها سوف تصل إلى جميع الراوترات الموجودة والمتصلة بال- switch اللي هو ال- ethernet أو switch الطبقة الثانية ال- switch اللي راح يتم استخدامه راح يعمل بتقنية ال- ethernet والذي يعمل على مستوى الطبقة الثانية واللي راح يقوم بعمل دور الرابط اللي راح يربط فيما بين الراوترات الموجودة عندي في داخل الشبكة ممكن الشبكة المحلية الواحدة تحتوي على أكثر من راوتر فعندها طريقة الربط إما أن تكون مثلا point to point أو تكون من خلال switch يعمل على مستوى الطبقة الثانية والpoint to point على فكرة أيضا ممكن استخدامها أيضا في الشبكات الواسعة بس بالنسبة للبرودكاست نتورك لا راح نشوفها في داخل الشبكة المحلية لما يكون عندي مجموعة راوترات وأحب أنهم أربطهم مع بعضهم البعض ممكن عندها استخدم عملية الربط من خلال جهاز ال- switch النوع الثالث اللي هو ال- MPMA وهي اختصار لي non-broadcast multi-access وهذه الشبكة لا تدعم البرودكاست كما هو واضح من اسمها والتي أيضا تعني أنها لن تدعم المالتيكاست وبالتالي سوف تتسبب في مشكلة مع بروتوكولات التوجيه مثل ال- EIGRP ال- OSPF وذلك كونها تقوم بعملية اكتشاف الروترات الجارة ديناميكيا من خلال المالتيكاست وهنا المالتيكاست طبعا غير مسموح فيه وبالتالي سوف نحتاج إلى تعريف الروترات مع بعضها البعض بطريقة ال- static نروح مثلا على ال- HQ ونعرفه على الروتر مثلا ال- PR1 وكذلك نعرفه على ال- PR2 ونفس الفكرة نروح على ال- PR2 نعرفه على ال- HQ و ال- PR1 وهكذا لأنه هنا ما رح يحصل عملية تعريف بينهم وبين بعض بشكل تلقائي يعني من خلال طريقة ال- Dynamic لأن التعريف رح يحتاج إلى المالتيكاست والمالتيكاست غير مفاعل في هذا النوع من الشبكات أمثلة على شبكات ال- NBMA هي عندي ال- ATM و Frame Relay عند عمل بروتوكولات التوجيه مع شبكة ال- Non Broadcast Multi Access فهناك نقطتين يجب الانتباه إليهما وهما النقطة الأولى اللي هي المشاكل المتعلقة بـ طبعاً ال- Spirit Horizon هي قاعدة بخصوص أن أي بيانات يتم استلامها من منفذ فلا يتم إعادة إرسالها على نفس المنفذ وذلك لمنع اللوب أو دوران البيانات إلى ما لا نهاية هنا في شبكة ال- Non Broadcast Multi Access والتي غالباً رح يتم تطبيق توبولوجي ال- Hub و ال- Spokes أو اللي هو ال- الروتر الرئيسي والبقية رح تكون ال- Spokes أو الفروع هنا رح يتم من خلال رح يتم هذه التبولوجي من خلال إيش؟ تطبيق لمفهوم المنافذ الفرعية Sub Interfaces وهي عملية تقسيم المنفذ الفيزيائي الواحد إلى أكثر من منفذ فرعي Virtual فهنا لدينا روتر ال- Hub المتمثل في ال- HQ عندي منفذ السيريال اللي هو إيش؟ السيريال 1-0 رح يتم تقسيمه إلى سيريال 0-01 أو سيريال 1-301 وهنا سيريال 1-302 بعد رح يتم تقسيمه إلى منفذين بشكل برمجي وكل منفذ رح يحتوي على رقم الدلسي طبعا الدلسي هذا رقم زي العنوان زي ال- IP Address لكن على مستوى الفريم هنا عندي التلسي 102 للسب انترفيس الأول أو المنفذ الفرعي الأول والرقم تلسي 1-3 اللي هو للسب انترفيس الثاني إذن لدي منفذ منفذ 1 وهو السيريال 1-30 متصل مع راوترين وتلقائيا جميع منافذ راوترات سيسكو رح يكون مفاعل عليها Spirit Horizon وبالتالي لو قام راوتر ال-PR 1 بإرسال تحديث عن عنوين الشبكات الموجودة لديه رح يرسلها إلى ال-HQ والذي سوف يستلمها عن طريق المنفذ سيريال 1-30 وبما أنه استلمها من هذا المنفذ فلن يقوم بإعادة إرساله إلى نفس المنفذ اللي هو سيريال 1-30 لأنه زي ما احنا ملاحظين هو متصل بال-PR 2 بس هنا ما رح يرسلها لأن قاعدة Spirit Horizon هي مفاعلة وبالتالي بما أنه استلمها من سيريال 1-30 فلن يقوم بإعادة إرساله صحيح هو مقسم لكنه ما رح يفهم هذه النقطة رح يفهم أنه هو يتعامل مع منفذ 1 وبالتالي لن يكون لديه علم بالشبكات الموجودة في ال-PR 1 وكذلك العكس ال-PR 1 لن يكون لديه علم بالشبكات الموجودة في ال-PR 2 وهنا طبعاً رح يمنع ذلك اتصال ال-PR 1 خلال ال-HQ اللي هو رح يلعب دور ال-HUB بال-PR 2 وبالتالي ولتجنب هذه المشكلة فمع هذا السيناريو اللي هو عملية ربط الراوترات من خلال ال-None Broadcast Multi Access يجب أن نقوم بتعطيل ال-Spirit Horizon على ال-Sub Interfaces نروح المنفذ اللي رح نقسمه لابد أن ندخل على السيريال 1-0 ونعطل ال-Spirit Horizon من خلال الأمر نعطل ال-Spirit Horizon وبذلك نتجنب المشكلة الناتجة عن تفعيل ال-Spirit Horizon في داخل منفذ السيريال 1-0 المشكلة الثانية وهي اختيار وتحديد ال-DR عند استخدام بروتوكول التوجيه ال-OSPF والذي في شبكة ال- اللي رح يكون من النوع ال-Non Broadcast Multi Access رح يتم فيها انتخاب ما يعرف بيه ال-Designated Router اللي هو ال-DR ونرى هنا أن ال-Hub اللي هو ال-HQ هو الذي يملك اتصال مباشر مع كل ال-Routerين اللي عندي في الشبكة اللي هم ال-BR1 وال-BR2 لذلك يجب أن يكون ال-HQ هنا يجب أن يكون ال-Hub طبعا عفوا اللي هو ال-Hub هو يجب دائما يعني دائما ال-Hub تذكروا هو يجب أن يكون ال-DR وذلك لضمان طبعا بما أنه متصل مباشرة ف بالتالي يجب أن يكون هو ال-DR ولضمان أنه يصبح ال-DR فعلى مهندس الشبكة القيام بإعداد قيمة ال-OSPF Priority الأعلى على مستوى ال-Router ال-Hub طبعا لو ما حددنا قيمة ال-Bariority الأعلى عندها رح يشوف صاحب ال-I-B هدرس الأعلى هو رح ينتخبه ال-DR ولو انتخب راوتر غير ال-Hub عندها حيكون عندي مشكلة من ناحية أن ال-DR رح يكون غير قادر على الوصول إلى جميع ال-Router الموجودة في داخل شبكة Non-Broadcast Multi-Access إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر